اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في مكتبه بالديوان العام للوزارة يوم أمس مع معالي داتو أريوان بهين يوسف الوزير الثاني لشؤون الخارجية في بروناي دار السلام وخلال الاجتماع رحب معالي وزير الخارجية بمعالي الوزير الثاني لشؤون الخارجية في بروناي دار السلام معربا عن اعتزازه بعلاقات التعاون والصداقة الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين وبروناي دار السلام وما تشهده من تطور وتقدم على المستويات كافة في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من اهتمام من قبل البلدين مؤكدا معاليه تطلع مملكة البحرين الدائم إلى تنمية أثاق التعاون والمضي بها قدما في شتى المجالات بما يلبي تطلعات وآمال البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لبروناي دار السلام مزيدا من الرقي والرخاء كما جدد معالي وزير الخارجي اعتزازه بانضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا والتي تعكس حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا على جميع الأصعدة بما يدعم المصالح المشتركة من جنبه عبر معالي داتو أريوان بهين يوسف عن سعادته بلقاء معالي وزير الخارجية منوها بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وبروناي دار السلام وأحرص بلاده على تعزيز التشاور والتنسيق المشترك في مختلف المحافل متمنيا لمملكة البحرين دوام الرفعة والازدهار وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر